في نفس الوقت على الجانب الآخر اوقوا تصدقوا الهجاص والمطرود والغير صادق والغير أمين الاربع خمس أسماء دول اللي حضراتكم عارفين ان هم بيعودوا يتنططوا هنا وهنا وهنا كلهم اوقوا تصدقوهم ان النادي الأهلي هو اللي بيبوز وهو اللي بيعمل طلع النادي الأهلي برا هذه المنظومة طلع النادي الأهلي برا هذه المنظومة غلال الفترة السابقة لو نادي اكس هو اللي بيلعب ووصل لنهاء دوري أبطال إفريقي هل المباريات ما كانتش هتتأجل لو هتسأل المطرود أو الهجاص سؤال مباشر هيقولك ايه لا ما كانتش هيتأجله طبعا كدبين لأنه هناك لائحة بتجبر هي الليحة اللوائح معمولة ليه؟ علشان يبقى في نظام بنمشي عليه فالليحة طالما النادي الأهلي وافق عليها أنا ما بقولش لحضراتكم دلوقتي ودايما كل يوم اقولكم هذه الكلمة إن أنا يعني ما بقولش إن إحنا مضغوطين أو كل حاجة ولكن ما بقولش إن إحنا بنشتكي ما بشتكيش ولكن المجموعة اللعبة دي مضغوطة جدا جدا إن هي بتلعب كل تلات يام مباراة مضغوطين جدا 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 ولكن أنا ما بشتكيش أنا بقولك حقيقة واقعة أو حقيقة بتحصل فعشان كده أنا بقول لحضراتكم الهجس والمطرود والغير أمين والغير صادق والناس دي اللي حضراتكم عارفهم أربعة أو خمس تنفار معروفين بالإسم والناس عارفة وأنا بتكلم كده أنا قصدي عالميا واللي عامل نفسه طيب وهو مش يعني الناس دي هم هم اللي بتلاعوا يتكلموا هنا ويتنططوا هنا ويتنططوا هنا وتلاقيهم عند دا شوية وعند دا شوية وعند دا شوية وعند دا شوية فلو سألت حد فيهم الأهلي يقول لك هو الأهلي السبب على رغم من الأهلي مش السبب الأهلي هل أحد يقبل أنه هو يبقى في الوضع اللي فيه نادي الأهلي دلوقتي سمعت أنه نادي بيرامدز مبارح نزل بيان وقال أنه إحنا مضغوطين حقه هم شايفين أنه هم مضغوطين حقه طب النادي الأهلي لما بيرامدز مضغوط النادي الأهلي إيه حد عنده شك في أن النادي الأهلي مضغوط حد عنده شك ان فيه اللعبة دي بشر هل حد فيكو بيفكر انا بتكلم هنا عن بعض من لايه وشجع نادي الاهلي ما بتكلمش على مشجع النادي الاهلي هل حد فيكو بيفكر ان اللعبة دي من حقها ان هي تستريح ودلوقتي يرجع يقولك ايه اصل النادي الاهلي مش عايز يودي لعبته للمنتخب الاولمبي هو حضرتك اللي بتكلم بهذا الشكل انت نسيت اللي عمله النادي الاهلي وهو هنا النادي الاهلي لا يتفضل على احد ولا بيقول حاجة ولكن ده وجبه هو حضرتك نسيت لما النادي الاهلي طلب منه لعبة المنتخب الاولمبي في الفترة السابقة او في الاولمبيات السابقة وسافر تلت لعبة فوق السن من النادي الاهلي والنادي الاهلي كان بيلعب مبارياته عشان اسم مصر فقط هو انتوا ليه بتتناسوا هذه الجزئية وبتتكلموا في ان النادي الاهلي مش عايز يودي لعبته اللي فوق السن اذا كان هذا الامر صحيح يعني هو انتوا بتتناسوا لما النادي الاهلي كان بيلعب في كاس العالم للاندية وكان من حقه انه هو ياخد لعبته في منتخب مصر اللي وصله للمباراة النهائية وبقرار من رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ايام المنتخب الاولمبي وايام بطولة الامم الافريقية والتعارض بينها وبنكس العالم للاندية قرار من مجلس ادارة النادي الاهلي ومن رئيسه كابتن محمود الخطيب مصر اولا يا ليه الناس بتتناسى ليه وانت طالع بتتكلم وبتتفاش خرقاوي وقاعد وحضط رجل على رجل هو الاهلي بيعمل كده لا الاهلي ما بيعملش كده هو الاهلي مش عايز يودي لعب واحد يعني طالع يعني مش عايز اقول مهم واحد طالع يقولك يصله الاهلي مش عايز يودي لعبته وانت لو بتنافس او لو حد بينافس مع النادي الاهلي كان ودي حد او انت ليه ما بتقولش ان النادي الاهلي كان بيعمل في الأولمبيات السابقة ليه ما بتقولش إن النادي الأهلي في كاس العالم للأندية حصل واحد اتنين ثلاثة فإحنا متوسمين خيري يعني حتى لما تبقى أو يبقى الكلام الصيغة كويسة ممكن جدا نتقبلها ككلام يعني ولكن للأسف الشديد الناس بعض ما لا يشجع النادي الأهلي بيتكلموا عن النادي الأهلي في الجزء الأول يقولك أسف النادي الأهلي مش موافق إنه هو يودي لعبته ولكن محدش بيقول أسف النادي الأهلي عمل وخلى وسوا وطلع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ساعتها وقال مصر أولا مرة واثنين وثلاثة ليه محدش بيقول الكلام ده يا جماعة ليه ليه عندما ينظر كل واحد ويبص في الفترة اللي جاية ما بيقولش الحقيقة كاملة ليه حضرتك مش عايز تقول الحقيقة كاملة مبارح في هذا البرنامج وعلى هذا الكرسي سقفت الكلام اللي قاله أحمد زيزو نجم نادي الزمالك زيزو نجم نادي الزمالك لأنه زيزو شخصية محترمة وحفظ لأقول كده على فكرة يعني أنا ما بخافش من حاجة وما بزعلش لأنه الحق أحق أن يتبع زيزو شخصية محترمة جدا ومتكلم كويس جدا عن كل أندية مصر وعلى رأسهم من نادي الأهلي فحنفضل نقول هذا الكلام لأنه هو ده الكلام الإيجابي هو ده الترند الإيجابي لكن هل حد من الهجاس ولا المطرود ولا الغير أمين ولا الغير صادق ولا المشعارف إيه ولا الناس دي هيتطلع يتكلم بهذا الشكل استحالة عارفين ليه؟ لأنهم عايزينها ولع نار عايزين يولعوها نار بس مش عايزين يعملوا حاجة تانية لكن أنا ما عنديش مشكلة أن احنا نناقش أي موضوع بالمناسبة ولكن أن تكون مناقشة عادلة عادلة نحط حلول نشوف الدنيا ماشي أزاي ولكن أصل الأهلي مش عايز مش عارف إيه وبيتكلم بمنتهى طب ما هو الأهلي عمل إيه قبل كده؟ ليه ما حدش بيقول دي؟ على الأقل يبقى جمهورك وهو أهب يتفرج شايف أن أنت رجل صادق ويقدر يصدقك ولكن معظم هم كدبين صدقوني لأنه ما بيقولكش المعلومة كاملة بيقولك الأهلي مش موافق طب الأولمبياد اللي فاتت ندي الأهلي عمل إيه؟ طب في كاس العالم للأنديا ندي الأهلي عمل إيه؟ عندما تعارض تعارضت المباريات مع كاس الأوم الأفريقية حصل إيه؟ في الأولمبياد السابقة حصل إيه؟ ما حد يرده وحد يقول جمّل الجملة ولكن هو عايز هولع نار ترجمة نانسي قنقر